الكوباية اللي هي الكارتون الورقة كده متعوز كده تشرب كوباية شاي ولا شوية قهوة عايزين يكرمونك عشان بقى العدوى والكرونا يجيبوننا بقى في الكوباية الكارتون دي فالكوباية الكارتون ليه قولك عشان صحة الإنسان عشان العدوى عشان نقل العدوى جميل نهارده قالونا أن الأكواب دي طلعت مصيبة صودة وبتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا وبتجيب أمراض يعني طب نعمل إيه طب أسبابها إيه طب أنا عايز أعرف يعني إيه الفكرة لما بتحط الشاي جوة الكوباية وهل لو شربت في الكوباية دي شاي زي شربت فيها عصير سائع ولا يختلف الشاي من العصير السائع طب إيه اللي بيختلط بالمادة زي الشاي لما أنا بحط حاجة سخنة جوة الكوباية طب أعمل إيه البديل الصح اللي ممكن يحصل دي أسئلتنا النهارده اللي عايزين نسأله اسمحوا لنا راحب بظيفة اللي بنوارنا دكتور محمد مكاوي أمين عام نادي السيادلة والخبير الدوائي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بنوارنا ربنا بريك بنوارنا دكتور أهلا بيك ونبتدي معاك بقى من الفرق بين الكوباية البلاستيك اللي كنا بنشوف فيها قبل ما يبقى الكارتون ده موجود وبعدها البلاستيك ده طبعا بيتأثر بالحرارة وللأمانة طبعا بيبقى مغير طعم أي حاجة بنشربها فيه وظهرت الكارتون إيه الفرق بين الاتنين وإيه الخطورة بقى؟ هل في حاجة منهم أقل منت تانية أو أكتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا بالنسبة للكوبايات اللي ظهرت في الفترة الأخيرة يمكن في العشرين تلاتين سنة الأخرين نحن كنا زمان كنا بنستخدم الكوباية بتاعتنا اللي هي الإزاز بعد كده بدأ يتطور الموضوع شوية وبدأ يظهر موضوع المجل اللي هو السراميك أو الخزف بعد كده عشان خاطر ثقافة انشغال الناس كلها وكل واحد بيحاول أنه يأكل ويشرب قدر المستطاع بره في شغله لأنه شغله يعتبر 24 ساعة في 24 ساعة بره في الشارع فبدأت تظهر مع التكاوي ده بدأ يظهر بقى الكوبايات البلاستيك والشوك البلاستيك والمعالي البلاستيك وكل ما يخص الطعام والشراب سواء بلاستيك أو فوم أو فويل أو ما شابه البلاستيك ده بدأ مع الكوبايات البلاستيك الشفافة لحدك كنت بتكلمي عليها بدأ يظهر أن البلاستيك ده مع الحاجات السخنة سواء كان شاي نسكافيه بدأ يتأثر بالسخونة بتاعة المشروب وبدأ يظهر له أضرار فبدأ المصانع تطور من نفسها فبدأ تعمل كوبايات الكرتون أو الورق هي هي نفس فكرة البلاستيك هما فرقوش كتير أو يعانا هو بس كل ما في الموضوع هو شاف شكوى العميل من إيه؟ شكوى العميل إن أنا المنتج لما يبقى سخن في الكوبايات البلاستيك وأنا ماسكه فهو بيبقى بيقلم إيدي أو كده لكن نفس الأضرار ونفس ليه؟ لأن هي نفس المكونات بتاعة الكوبايات الكرتون هي الكوبايات بلاستيك بس الكرتون أضافوا عليها الورق المقوى وطبعا علشان خاطر يبدأوا يلزقوا القاع أو الأطراف بتاعة الكوبايات الكرتونية شواء فضافوا عليها كمان مادة الغيرة أو المواد اللاسقة لو عملوا لها إيد بقى عشان نمسكها بيها فكده هو ده التطور يعني هو بس هو بيشوف شكوى العميل وبيبدأ يكيف إحتاجه هو ما وصلتوش شكوى العميل الصحية هو وصلته شكوى العميل إن أنا الكوبايات البلاستيك سخنة فخلها له ورق وعملوا لها الإيد الذي قلت عليها يعني دي كده مضرطة والمعلقة البلاستيكية مثلا لو دخلنا محل كشري يعني في ظل الظروف الصعبة دي صعبة أو أن حد يأكل بالمعلقة المعدن يعني فهيقول له هاتلي معلقة كشري أو سوري معلقة بلاستيك أو هو طبيعي المحلة هيقدم معلقة بلاستيك هل ده غلط؟ بص حدك هو إحنا خلينا نقول نرصد شكوى العميل شكوى العميل إيه؟ أنا العميل ما بيشتكيش العميل زي الفول لا العميل بيشتكي العميل بيشتكي ولكن هي الفكرة في حاجة أن أنا مغلوب على أمري يعني أنا ما فيش إعلام محترم زي سيتي فيبي سندني في أن أنا أوصل صوتي لهيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء العميل بيشتكي أنا راجل صيدالي مثلا شغال 24 ساعة في الصيدالية مثلا فأنا بأكل من الشارع هجيب كشري هجيب أي أكل من الشارع هجيب المشروب بتاعي من الأقوى في كباية صحيح صح كده؟ ده لو أنا صيدالي كمان في صيدالية طب في حد مثلا أكثر أكثر احتكاج بالشارع مثلا حد عمل حاجة بيبيع فيها فاكهة أو على الطريق من الباع الجائلين ده برضو زي هياكل برضو من الشارع وعايز يشرب حاجة طبعا فإحنا دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة وقناة ستي في حط عليها ثبت دلوقتي يا جماعة إحنا عندنا مثلا مئة مليون مصر تمانين مليون مصر مليون بيشتغلوا في الشارع التمانين مليون مصر دول هو مضطر أن هو هياكل وجبته من الشارع هياخد مشروبه من الشارع هيعدي على أي كافية ولا أي قهوة ولا أي حد يقول لي أحطي لي قهوة في تكاوين دكتور حاج بتقول إن الشكوى اللي بتروح للمصانع كانت شكوى العميل في إنه من السخون طيب دلوقتي المفروض إن فيه رقابة على كل حاجة هيئة سلامة الغزاء بالضبط بقى من الناحية الصحية إذا كان العميل مشتكيش لكن هيئة الرقابة دي على سلامة الغزاء المفروض إن أنا صحيا بشوف الموضوع بسبب أضرار إيه وبوقفه أو بطوره أو بيبقى عندي توصيات معينة بمقاييس ومعايير عالمية المفروض إن أنا بلتزم بيها إزاي ده مش موجود يعني إزاي كل التطور اللي يحصل يبقى من ناحية إن السخونة توصل ولا لأ لكن صحة العميل هتتأثر إزاي طبعا هيك هتقولي تأثير الكوبات دي بيعمل في الجسم إيه نبتدي بأول سؤال هيئة سلامة الغزاء وهيئة الدواء في مؤتمر الشباب سنة 2016 كان لها الشرف قابل الرئيس فتح السيسي في مؤتمر الشباب وتكلمت معها عن السيضلة وعن دور السيضلة كمنارة في الشوارع وفي الحواري في كل مكان على اعتبار وجود سيداليها في كل مكان وطلبت إن إحنا يتعامل لنا هيئة دواء مستقلة عن وزارة الصحة عشان نقدر السيدالي يقوم بدوره في التوعية المجتمعية وفي نشر الثقافة بين أفرد المجتمع الرئيس بعد كده عمل هيئة الدواء هيئة العلية للدواء واستقلت تماما عن وزارة الصحة وهذه أوقات عملت هيئة سلامة الغزاء هيئة سلامة الغزاء هي بتقوم بدورها وبتقوم وبتصدر التوصيات ومعينة سطف كويس جدا وبتعمل كل حاجة لكن إحنا عندنا في المجتمع المحلي أو في المحليات اللي بيراقب أو اليومس الرئيس الجمهورية أو اليومس الوزير الداخلية هو الغفير اللي في نقطة شرطة قرية كذا فإذا مش معنى أن الغفير مش قاين بدوره معناها أن الوزير الداخلية أو الوزارة أنها ممكن تكون مش قاين بدورها أو مؤثر هو قاين بدوره بس في الآخر خلاص على ما توصل طب أنا أقول لحدك على حاجة لو نزلنا دلوقتي كافيات ومقاهي ودخلنا على اعتبار أن أستاذ إسحاق وحضرك مش إعلامين رواد عدين وهنوعد هتلاقي جنب مننا حد بينزلوا له الشيشة وجنب مننا حد يعني ما أخذ بالحد يعني طب هل وزارة الصحة هل الجهات المعنية هل رئيس الوزراء بنفسه منزلش وغرم وغلص العقوبات والغرامات على وجود الشيشة يعمل كده لكن مش هيمنع الغلق اللي هيرأي بالكلام ده والله هو التابع للإدارة المحلية أو للوحدة الصحية أو لنقطة الشرطة أو لإسم الشرطة هو اللي هنزل يتابع طب أنا هتابع ضميري فين أنا بتابع أنا هتابع أنت عندك شيشة طب ما عليش يعني لا بس هو المصنع اللي بينتج الحاجة دي يعني أي حاجة أنا بتكلم المتابعة لازم يكون المواطن رقم واحد قبل ما يبقى المسؤول هو رقيب على نفسه وعلى صحته فأنا بساهم مع جهزة الدولة لكن المصنع اللي بيخرج لي منتج معين أو حاجة معينة هي بتضر بصحة الإنسان ده ليه موجود يعني ليه ما يتحطش البديل الصحي هو المصنع ده ينتجه هنا ده مش مهمتي أنا سؤال حضرتك يعني أكثر ممتاز هي النقطة في حاجة المصنع ليه بيعمل طب خلان شوف مين المصنع المصنع مش كلها مصانع في مناطق صناعية معروفة مصانع تحت السلم تحت السلم يعني مصانع الكارتون والبلاستيك والحاجات دي كلها هو بيعتبر مثلا بيت كبير متين تلتميت متر فبيقفلوا بياخد فيه وعملوا مصنع مكناة بسيطة خط الانتاج بتاع عبارة مكناة بسيطة بعشرين تلاتين ألف جنيه وتلاتة أربع بنات بصات بيعملوا الشغل دوا والدنيا مش كويس لكن لو هو مصنع موجود في منطقة صناعية وتحت شراف جهاز من أجهزة المدر العمرانية الجديدة لكننا دلوقتي نتوغل وهم بيبقى عارف أن له زبونه لأننا مئة مليون هو اللي بيعمل مصنع تحت بير السلم بخط إنتاج أو مكناة بعشرين تلاتين ألف جنيه هو عارف أن هو ينتج مثلا خمس ستة ألف وحدة أو كوباية أو طبق في اليوم هو عارف أن ليهم زبونهم هيوصنوا بسعرهم يعني بمعنى أصحة إيه أنا كمصنع في مدينة العشر من رمضان أو في مدينة بدر أو في الألف مصنع في التجمع أو في كل مناطق السعادية ما أصنع مش هصنع مثلا كوباية بلاستيك عليها تلاتة أو سبعة عليها ضرة للاستخدام مش هوردها أو هديها لمطاعم وفنادق هتقبلها مني لأن كل ده بيبقى في النور يعني أنا اللي فهم من حضرتك أن الكوباية الكارتون اللي احنا بنشرب فيها دي هي نفس الشكل ممكن يكون في مكان تاني بس فيه صحي وفيه مش صحي طب أنا عايزة أقول لحرارك برضو حتى البلاستيك فيه مثلا مكتوب من تحت كلمة 5 أو 5 إيه الفرق من ده ويعني إزاي لما أقلب الكوباية لو حاجة بقى أنا بشتريها من سوبر ماركت ولا حاجة إزازة أو كوباية أعرف ده مضر ولا كويس ولا وحش نفهم الأرقام إزاي أيضا بصحبك أو عشان ما نتلغبطش في الأرقام إحنا نعرف إن فيه رقمين بس لو شفناهم ما نستخدمش المنتج ده يعني الكوباية البلاستيك اللي عليها رقم ثلاثة أو عليها رقم سبعة أنا لو شفتها على أي منتج بلاستيك كوباية أي حاجة من المنتجات التالي أنا ما استخدمهاش أي رقم تاني مسموح به أو داخل في نطب يعني أبعد عن رقم ثلاثة أو سبعة ثلاثة أو سبعة هذه النقطة النقطة الثانية بيبقى في بعض الإرشادات والعلامات موجودة في الكنترول أستاذ أعطف أكتش رحنا بيبقى في بعض المنتجات البلاستيك بيبقى مكتوب فيها إن مثلا نو لد ما فيهاش رصاص نو كادميام نو بي بي اي فري اللي هو البسفينول ايه ما فيهاش مادة البسفينول ايه ودي مادة من المواد اللي بتتفاعل مع الحاجة السخنة وبتنزل في المشروب وبيتناولها العميل أو بتناولها اللي بيشرب المشروب ده فالكوباية دي مجرد ما بمكتوب عليها العلامات أو الإشارات أو الأرقام دي أنا ببقى أنا كراجل بسيط ما خدتش تعليمي ولكن بأخد بستقي تعليمي أو ثقافتي من الإعلام فكاستي قولي أنا لما بشرب كوباية شاي سخنة في الكوباية دي أنا بشرب معها مواد كيموية تاني أقول لي حضاك ده فيه سبع مواد كيموية وحركوا بقول لي عليهم وقول لي بيعملوا ايه يعني هيعملوا ايه المشكلة اللي هيعملوها يعني فأنا بالنسبة لنا يعني كراجل بسيط جدا فتح عمل فرشة فاكهة في شارع بسيط وجنب مني حد بتاع كشري وجنب مني قهوة هشرب منها أنا السؤال بقى اللي حضرتك سألتوه في الأول طب إيه البديل أو أنا هتخلص زي من المشكلة دي مهدي أصبحت مشكلة منتشرة ومصانع بيري السلم منتشرة وعملاءها موجودين والعميل مطحون لدرجة نوامش هيبقى فاضي يروح يشتكي أو يقول لي والله ده الكباية دي أنا خدتها من فلان فلاني وهي كباية ضرة ولو راح مش هيلاقي الصدى الواجب هو الدور كله يمكن كان أحد زعماء الحركة الوطنية في الفترة اللي فات كان يعني 1900 والفترة دي كان زعيم محمد فريد الرجل ده لو شفناه هنلاقي لا خرج في مظاهرة لا رفع سلاح لا عمل جل دوره كان دوره تنويري تثقيفي كان بيجوه عمال المصانع بالليل يعمل لهم فصول محو الأمية يجيب الأمهات أو ربات البيت يعملون فده الدور المنوت بي الموجود في الإعلام المحترم زي قناة ستيفي أنا بوعي الشخص أو الإنسان البسيط جدا في مكانه أنا بقول لك يعني أخرج بحاجتك أنا قدر المستطاع معايا كو ببيتي الإزاز أو المجي بتاعي البورسلين أو الخزف معايا الطبق الستانلستيل اللي هو الصلب المقاوم للصدق معايا معلقتي ومنظفهم في البيت كويس وبخرج بهم أنا عايز كوشري فيش مشكلة يا عم فلان أنا عايز كوشري هيحطي لي هو هيعير بالمعيار بتاعه بس هيحطه لي في طبق زمان كنا بيعمله كده بياخدوا الطبق يروح يقول له الديني فول الديني كوشري الديني كوشري الديني كذا وده صح وهو زمان لو حداك تلاحظ مثلا من 30 أو 40 سنة ما كانش في حد عنده الضغط ما كانش في حد عنده السكر ما كانش في حد عنده السرطان الحياة دي كلها انتشرت انتشر رهيب والدولة بتصرف مليارات عشان تعالج الناس دي طب أنا جزء من المليارات دي يتوجه نحو تنوير وتسقيف وتوعية المجتمع دعم البرامج الإعلامية الهدفة دعم القنوات المحترمة دعم السوشيال ميديا المحترمة ساحتك دكتور يمكن لو بس يعني أصدقائنا وزماننا في كنترول يجبوننا الصورة اللي فاتت في أماكن الكبيرة والمعروفة في أسماءها واللي تحت الرقابة زم حاجة بتقول مش هقول أي حاجة بتقدم برضو الحاجات السخنة في كبايات برضو كارتون وليها الغطى بتاعها فهل دي يعني في منها الصحي بكلم على الكارتون أنا مش قادر ما عنديش مساحة أشيل شنطة أحط فيها طبقة أحط فيها كباية وأحط معيشة عربية بلف في الشارع طول اليوم شغلي أنا مندوب للمبيعات أو لأي حاجة فيه أماكن ممكن ألاقي فيها الكبايات الكارتون بل لكن بمواصفات لحضرتك قلتها واشرب منها وأنا متطمن ولا المبدأ كله على الكارتون محلات عالمية اللي بدأوا عليها بيانا هو نشوف الأول الكباية الكارتون دي احنا قلنا فيها بلاستيك اللي هو البلاستيك الأساسي خلص بتاع زمان اللي اشتكه من سخنته وتحط عليها طبقة من جوه ورق علشان قاطر أو كارتون عشان تبدأ تغطي تبع عازل للحرارة عشان يضغطوا أو يضغطوا القاع بتاع الكوب ده أو الحواف بتاعته يتلزق بغيرة وده الغلط يا إما بالطريقة ضغطة واللي حدد دي مش أنا اللي حدد دي هو المهندس التابع لهيئة سلامة الغذاء هو اللي هيقول إن الكوباة دي معمولة بالمعايير والمواصفات الصحية ولا معمولة بطريقة عشوائية إن أنا بلزق بغيرة أو بلزق بمدى لا ثقة فإذا توفر فيها والله أنا ما عنديش مشكلة فيها لأنها أنا قلت لحديك هي مشكلتها في مشكلتها في وجود بعض العناصر الضرر سألني سؤال إيه الحاجات اللي موجودة في عناصر الضرر بتتفاعل مع في عناصر في البلاستيك وفي الورد بتتفاعل مع المادة السائل السخت وبيبدأ يظهر لي أو ينزل لي ينزل لي الغيرة ينزل لي الزينك الرصاص الكروم البلاديام الكادميام وده كلها معدن ثقيلة يعني دخل حداك الرصاص والزينك أنا بدي ابني أو أنا بشرب يعني ده دي حاجات مسارطنة من الدرجة الأولى فإذا كان في بعض الأماكن أو الفنادق أو المطاعم أو الحاجات اللي بتقدم مأكلات أو مشروبات والله شرية المنتج بتاعها من مصانع بتراعي المواصفات والمعايير الصحية أهلا بيها أعتقد الشركات العالمية بتراعي ده وبنلاقي حتى على العبوة نفسها مكتوبة تحتيها الأرقام والرشادات اللي قلتنا عليها لكن برضو في حاجة مهمة جدا بنستعملها في بيوتنا وبنستعملها في الأكل باستمرار ويا رب يطلع ما فيه مشكلة الورق الفايل اللي بندخله الفرن أو بنحط فيه الأكل هو سخن جدا عشان نقدمه أو عشان نبعاته لحد هل الورق الفايل بينطبق بينطبق عليه نفس الورق الفايل دكتور متضميش أنا أقول لها داك هي مشكلة المشكلة في إيه الورق الفايل السخونة بتاعة الأجهزة المايكرويف لما بيخرج منها للمنتج سورة وبغطيه بالفايل هو بيتفاعل معي يعني الورق الفايل في حد ذاته مفيش مشكلة المشكلة في تفاعله مع حاجة سخنة وبيبدأ ينزل لي العناصر نحن بندخله الفرن كمان يعني ده كارثة تانية يعني ده كارثة تانية يعني ده كارثة تانية اه طبعا أنا بدخل بغطي مثلا صنية البطاطس بالفراح ومبسوط ومبطيها ومدخلها الفرن ده كارثة تانية أنا بسرع من عملية تفاعل الفايل ده أو البلاستيك أو الفوم أو تفور المادة اللي أنا حطتها مع الأكل طبعا هو في الحالتين مضر سواء أنا دخلته الفرن ده كارثة كبيرة أو حتى لما خرج وغطيته 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 أقل ضرر أكيد كلما يعني هي القاعدة كلما كان تعرض البلاستيك أو الفويل أو الفوم ده للحرارة مباشرة هيبدأ ينزل منها المعادن السقيلة اللي أنا قلت عليها دي تبدأ تنزل في الأكل أو في الشر عشان الناس ما تحسوا أننا يعني خلنا له مسورة قاتمة كده ورق الفويل ده دكتور ورق الفويل ده يحصل به خناقات النهاردة يعني يحصل حركة هنعمل مشاكل النهاردة بسبب ورق الفويل ده هنرمي كميات جايبينها بوس مصر كلها تفرج على حضرتك وورق الفويل ده في كل البيوت أنا هقول لحديك على حاجة أول البدايل دايما فورورد تونيتشر أنا الهدف من الفويل ده أن أنا حافظ على العودة للطبيعة أه يعني أن أنا أجري بسرعة للطبيعة زمان كان الناس ما عندهمش الأمراض يورجا ولا تاني وتالت ورابع وما كانش عندهم تلاجة وما كانش عندهم وكان الدنيا كلها ماشية صحية هم كان عندهم بساطة في التعامل مع الطبيعة وبالتالي الطبيعة احتوتهم ببساطة ولم تهاجمهم بأمراض زي الأمراض اللي عندنا الورق الفويل أنا عايز أحافظ على أنا مثلا بجاهز وجبة سخنة لولادي علشان هنطلع في مكان هنأكل خلاص أنا بعد الوجبة ما خرجتها من المايكروف أو من الفرن يعني بقوم بمغطيها في فويل وأبدأ أن أنا أتحرج بها على طول لكن أنا أحط الفويل عليها ودخلها فأنا كده بعجل من الكارسة هو أنا أنا بقول أن الفويل وجوده مع حاجة سخنة بيسبب ده لكن إذا لابد منه فأنا على قل خلاص بعد ما الحاجة تخرج وليس أدخلها في الفويل بعد ما تخرج أحاول أنا أغطيها بالفويل ما تلمسش حاجة في بعض الأهاوي أو الكافيات اللي بتغطي كوبات الشاي نفسها حتى لو الأزاز بالفويل عشان توصلها للعميل يعني الأهوار عايز يوصلها للمحل اللي قدامه لحد دقاعد في الشارع بيشتغل فالكوباء أزازه يروح مغطها له بالفويل عشان توصله يطلع البخار يتفاعل مع الفويل وينزل لي الحاجات الكويسة اللي احنا بنشوفها وتيجي الدولة بعد كيها تقول لها تبرعوا عشان نعمل سرطان معاعت سرطان فين أو مستشفى سرطان فين يا جماعة الوقاية خير من العلاج ودرهم ووقاية خير من قنطر علاج يعني أنا النهاردة بدل مصرف مليارات على نعمل مستشفيات لا أنا أصرف مئات الألوف على توعية الأجيال اللي طلع في المدارس في الحضانات في الجامعات المقبلين على الزواج يتعمل لهم دورات تدريبية في حاجات زي كده حاجات تخص الصحة النفسية حاجات تخص الصحة الإنجابية حاجات تخص التعامل مع الأسرة والزوج حاجات يعني ببدأ أن أنا يعني إذا قلت حالك أنا من رموز الحركة الوطنية عندي هو محمد فريد الراجل والله سير تكون لها ما فيهاش غير أنه عمل فصول محو أمية وعمل تسقيف للطبقة العاملة والكدحة في مصر أنا أريد أن أحرك برضو على الحاجات المعمولة خصيصا أنها تدخل المايكرويف هل في منها مشكلة؟ لا المعمولة خصيصا عليه علامات السلام وأرقام المسنع أريدي هو مجهز نفسه عارف أنها يخش في درجة حرارة كذا وما فيهاش في أي مشكلة خاصة أنا كل محاذيري كلها من مصانع المجهولة تحت بير السلم أو المصانع المجهولة اللي هو عايز الربح السريع على حساب أي حاجة في حاجة حاببت تقول هنا يعني الصورة دي في حاجة ناخد بالنا منها وإحنا بنضفة كوبات دائما علامة الشوكة والجلس الكوبية والشوكة دي لو موجودين في أي حاجة ده معناها أن الفوت ده سيف أو أن الأواني دي أمينة لأن أنت تستخدمها في الطعام فسواء كانت الشوكة والسكينة في أي شكل من الأشكال المربع أو دائرة ده معناها أن شوكة وسكينة يبديني كده تماما شوكة وكوباية شوكة ومعلاقة شوكة أنا آسف شوكة وكوباية شوكة وكوباية ده رمز ليه استخدمه عشان خاطر اللي مخدش حظه من القرية أو الكتابة يبقى أنا معروف أنا بعرف الشكل وبالتالي أنا عرفت أنه صالحة لإستخدامها في الأكل أو الشر طيب دكتور بلاس طبعا زي ما قلنا أن أي حاجة فيها رقم ثلاثة أو رقم سبعة من البلاس جديدة بلاش منها طيب نستغل بجود حضرتك معنا النهاردة في استعدادنا للموجة الرابعة للكورونا وتحذيرات وزارة الصحة فإحنا تعلمنا أعتقد من الفترة اللي فاتت ما بنستنيش الحاجة تحصل عشان نستعد لها من بدري جدا لازم نبقى عاملين حسابنا إيه الحاجات اللي ناخد بالنا منها الفترة دي وهل فعلا متوقع أن الموجة الرابعة تكون قريب الناس كلها بتقول على آخر ثمانية أول تسعة الدنيا ترجع زي ما كانت ولا حاجة تطمنا تقول لنا إيه وصح عليك الموجة الرابعة بدأت بالفعل في الهند وبدأت في دول كتير في جنوب شرق إنجلترا فهو يعني إحنا هنا موجودين في الشرق الأوسط أو في الدول العربية أو في شمال أفريقيا أو في مصر إحنا متوقعين أن في 15 دولة بداية من المغرب دول المغرب العربي لحد باكستان 15 دولة هيبقى موجود فيهم الطفرة بتاعة الفيروس بتاع الموجة الرابعة الموجة الرابعة ما فيهاش يعني هي كل مشكلتها في الإنشار السريع لكن ما فيهاش خطورة من عدد الوفيات أو الأمراض أو الأمراض اللي هي ممكن تسبب عجز بعد كده عن العمل الموجة الرابعة لو أنا مفترض نواف كما قلت في منتصف أو آخر أغسطس أو أول سبتمبر هتيجي مصر يبقى المفترض أن احنا نفس التحذيرات نفس الاحتياطات نفس التباعد نفس بناء الشيشة الأكتيفيتس كلها تبقى في وجود حرص وأنا طبعا سعيد أنها من ساعة ما جيت الستي في كل الناس طبعا يعني الكمامات والتقيم ده حاجة كويسة فإحنا يعني ناخد بالنا شوية من الاحتياطات ونأكد عليها الناس طبعا دلوقتي بدأت تروح المصايف بدأت تنزل الكافيات بدأت الشيشة زي ما قلت الحضريك لو نزلت رجع تاني فعنا عايزين بس إيه علشان ربنا صحيحة تعالى يعني يعد الفترة هل يا دكتور بمناسبة المواد اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة الكمامة نفسها هل المادة المصنوعة منها دي ما بتأثرش على الجهاز التنفسي في مواد بتعمل حساسية للجهاز التنفسي وبتعمل حساسية للإنسان وطبعا الكمامات يعني خدت وقت طويل قوي على ما وصلت للشكل اللي هو سعر اقتصادي معقول طبعا في الأول خالص ما كانتش الدولة بتقدر انها تقدر تراقب أو تفتش على كل مصانع الكمامات خاصة الحاجات اللي تحت بيري سلم اللي بتستغل الفرصة وتقوم رجب الموجة وكده لكن دلوقتي اعتقد ان موضوع الكمامات بقى تحت سيطرة يعني الموجة الرابعة ما توصلش للمرحلة اللي كنا فيها قبل كده وما نحتاجش لرعاية مركزة ومستشفيات وحتى الناس يعني لما تتشجع والمخاوف دي تروح ان ناخد اللقاح يبقى دا يدينا برضو اللقاح ده مهم جدا فيه موضوع ان أنا لأنه خايف يا دكتور فيه ناس لغاية دلوقتي لسه مترددة دا يعني او طبعا هو اللقاح هو بيحفز اللقاح ده عبارة عن فرق بين اللقاح وبين المصل أنا بدي احد الحيوانات مثلا بدي له البكتيريا او الفيروس او او طفر وبخلي جسمه هو يحضر مناعة او مواد مناعية او حاجات يعني مناعية ببدأ استخلصها من جسمه وبيديها جاهزة ديها ده الامصال زي امصال السم التعبان وسم العقرب والحاجات دي كلها اللقاح انا بدي بكتيريا ميتة او بعض معلومات فيروسية بعض معلومات ورسية للفيروس وبخلي الجسم على المدى الطويل يحضر فهو اللقاح انا بحفز الناس ان هما يتوفر في الفترة الجاية لكل السادة المشاهدين الوقت ما حدك عاد ده بسرعة جدا وانا بشكرك ويعني سعيدنا جدا بجودك معنا دكتور محمد مكاوي امين عام نادي سادلة والخبير الدوائي شكرا لك شكرا جدا يا دكتور وبنشكركم مشاهدين على متابعتكم لنا في حلقتنا النهاردة ان شاء الله نقابلكم بكرة تسعة الصبح وصباح النور نعم كغانية موسيقى 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 المترجم للقناة